وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تتم مواصلة أعمال التطوير الجارية بمطار سانت كاترين ومضاعفة الطاقة الاستعبية المخططة بحيث يخدم 600 راكب في الساعة بدلا من 300 راكب كما هو مخطط في التطوير جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين حيث أكد رئيس الوزراء أن زيارته للمدينة تأتي لمتابعة سير العمل بالمشروع تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي بتطوير المدينة بما يليق بمكانتها لتعظيم الاستفادة من المقاومات السيحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي معا تماشيا مع التجهات التنمية المستدامة